حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أي إنسان ينظر إلى هذه اللوحة يظن أنها لوحة مخططة فنان أو إنسان أمسك بريشة وبدأ يجري هذه الخطوط باللون الأحمر الأبيض قليل من السواد مع ألوان أخرى كما نرى أمامنا أيها الأحبة ولكن الحقيقة هذه الصورة هي جزء من جبل جزء من جبل فيه طرق خطوط هكذا مخططة كأنك قمت بتخطيطها يدويا انظروا أيها الأحبة هذا سأصغر الصورة لتتضح أمامكم الآن هذا هو جبل موجود في أعتقد في بيرو منطقة اسمها بيرو ويوجد مثله في غرب الصين هنا طبعا أناس يقفون هنا هنا أيها الأحبة وهذه الخطوط هنا كما نرى أمامنا كأن أحدا افتعلها مع الألم أنها تمتد لكيلومترات هذه لا يستطيع للسام أن يرسمها هذه الصورة طبيعية أيها الأحبة إذن نحن أمام ظاهرة لم تكن معلومة زمن النبي يعني لم يكن أحد في الجزيرة العربية يستطيع أن يرى مثل هذا المشهد طب الآن لو أردنا وصف هذا المشهد ما هي الكلمة المناسبة من اللغة العربية لوصف هذه الخطوط طبعا هنا طرق هذه تعتبر طرق مخططة ملونة بألوان مختلفة يغلب عليها الأبيض الأصفر الأحمر ألوان متنوعة كما نرى وهنا غرابيب سود جزء منها أسود أيضا هناك مناطق سوداء أفضل كلمة في اللغة العربية للتعبير عن هذه الخطوط هي الجدد جدد ما هي الجدد؟ هي الطرق المخططة الملونة كلمة جدد في اللغة الطرق المخططة الملونة الله تبارك وتعالى يقول دقيقوا أيها الأحبار جاء ومن الجبال أي من بعض الجبال ليست كل الجبال من الجبال لاحظوا الدقة ومن الجبال جدد جدد أي طرق مخططة طرق مخططة ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفا ألوانها وغرابي بسود هذه الغرابي بشديدة السواد تظهر ولكن بشكل بسيط هنا في هذه الصورة ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود في الآية التالية ماذا قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء كأنه يريد أن يوصل لنا رسالة تعلموا هذا العلم تفكروا في علم الكون لتزداد خشية إنما يخشى الله من عباده العلماء بالضم إياكم أيها الأحبة أن تقولوا إنما يخشى الله من عباده إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني الله هو الذي يخشى لا حاشا لله إنما يخشى الله لفظ الجلال هنا مفعول به إنما يخشى الله أي الذي يخشى الله ويخاف من الله هم العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور كأن هذه الآية تريد أن تقول لك إن العلوم لا تقتصر على العلوم الشرعية والحلال والحرام أيها الأحبة لابد أن يكون لديك معرفة بالكون لأن ثلث آيات القرآن فيها خلق السماوات والأرض والجبال والبحار والإنسان والطبيعة وعلم النفس وغير ذلك علوم كونية حديثة لابد أن نتدبرها ونتأملها أحبة في الله لأن هذه المشاهد تزيدني إيمانا وحبيبكم عليه الصلاة والسلام كان يتأمل الكون لا تمر ليلة إلا ويتأمل فيها الكون والنجوم والسماوات عندما يخرج من الليل ويقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لذلك أيها الأحبة هذه الصورة رائعة جدا أتمنى أن تتأملوها أن تخشع قلوبكم لعظمة هذا الإعجاز في الأرض وتخشع قلوبكم أمام الآية الكريمة التي وصفت لنا مشهدا لم يره البشر أو لم يكتشفه العلماء إلا حديثا في العصر الحديث أيها الأحبة من أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الطرق المخططة الملونة ليختار الكلمة المناسبة سبحان الله مع العلم أن اللغة فيها كثير من الكلمات اختار الكلمة المناسبة التي تعطيك المعنى الدقيق المعنى الدقيق جدا الذي يصف هذا المشهد هي كلمة جدد سبحان الله ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده العلماء الذين هم أشد خشية لله عز وجل وأن يرزقنا الإيمان والعلم والتقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق